أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي وأنا أتناول مع بعض المحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا واللي تكتب عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة طبعا إحنا فراحة وأجندة دولية لكن لا تخلص سوشيال ميديا أبدا من الحديث عن النادي الأهلي طيب نبدأ مع بعض الحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي على تويتر النادي الأهلي بيطالب بحضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال السوداني هنا على وحدة الزملاء في المصر الرياضي يمكن عندهم معلومة من مصدر أن النادي الأهلي طلب من الجهات الأمنية ومن اتحاد القرى أن يكون فيه حضور 15 ألف متفرج في مباراة الهلال السوداني اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 2 إبريل لغاية اللحظة اللي أتكلمكم فيها لسه ما فيش معاد رسمي تم إرساله من الاتحاد الأفريقي بخصوص مواعيد الأندية اللي هتشارك فيه الجولة الستة والأخيرة الجولة الأخيرة كلنا عارفين هتتلعب أحد أيام واحد أو 2 إبريل معلوماتي أن المباراة شفوياً كده تم أو شفاهياً تم إبلاغ مسؤولي الأهلي اللي هتتلعب يوم 2 إبريل لكن الساعة كام لسه لم يتم تحديد أي موعد من حكام المباراة لم يتم تحديد أي موعد يمكن البعض اعتقد أن المباراة تتلعب 2 إبريل أول يوم رمضان فلازم تتلعب في توقيت واحد طبقاً للمباراة الجولة الستة إن في اللايحة لازم كلها تتلعب في توقيت واحد فسندقون زول مريخ هيلعبوا جنوب أفريقيا فبالتالي المباراة تتلعب الساعة 3 العصر وبالتالي ده توقيت هيكون ساعة الصيام في رمضان برضو الكلام ده مش مؤكد هو وارد وارد فعلاً لكن حتى هذه اللحظة أنا بتكلم دايماً بناء على الإيميلات الرسمية أو الخطوات الرسمية التي تتبعت من إدارة المسابقات المباراة يوم 2 آيوم 2 لكن الساعة كام من الحكم لسه كل ده ما تحددش لكن الأهلي قبل معاد المباراة بحوالي أكتر من 10 أيام بيطلب الحضور الجماهيري وكلنا عارفين أن الحضور في الفترة السابقة كان دايماً بيقتصر على حضور حوالي 5 ألاف مشجع المباراة عشان المباراة مهمة جداً وحاسمة في التأهل ففي طلب بيه زيادة العدد إلى 15 ألف يتوافع العدد ممكن يتم يعني تخفيض العدد لعشر تلاف في النهاية أي حضور جماهيري في المباراة هيفرق كتير جداً مع النادي الآلي خاصة أنها بتتلعب على ملعب الأهلي والسلام فخمس تلاف عشر تلاف في الملعب هتفرق بشكل كبير جداً مع الاهلي قدام الهلال السوداني النادي الهلال لا باديل أمامه سوى حاجة واحدة بس يكسب الاهل 1-0 لكن النادي الاهلي عنده أكثر من اختيار يكسب يتأهل مباشرةً يتعادل تعادل سلبي أو تعادل إيجابي يتأهل مباشرةً عشان الاهل هيكون عنده 8 نقط والهلال مازال في المركز الثالث بـ 4 نقاط أو حد أقصى ممكن يوصل إلى 5 نقاط عموماً لسه فيه حوالي أسبوع للكلام عن هذه المباراة لكن أنا بتوقع خلال 48 ساعة لازم يكون فيه إيمير رسمي بتحديد الموعد والتوقيت والحضور الجماهيري وكمان الساعة اللي هتتلاعب فيها هذه المباراة وتقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة حساب يلا كورة بيتكلم على الإصابات بقى ومدى جهزية اللعيبة في الفترة اللي جايه مصدر ليلا كورة قال أن محمد هاني جاهز لمواجهة الهلال وصلاح محسن يعود للتدريبات بعد أسبوعين الكلام أن محمد هاني إن شاء الله هيكون جاهز لمواجهة الهلال السوداني يمكن هو شعر كده بألم بسيط في العضلة الضمة وبالتالي خرج ما قدرش يستكمل المباراة وكويس أنه خرج لأنه لو كان كمل وحاسس أن فيه ألم كان ممكن لقدر الله يتعرض لشد أو لمز لكن الحمد لله يمكن أجرأ أشعة وثبتت سلامة اللاعب وهيكون جاهز إن شاء الله في التدريبات الجمعية في الإسبوع القادم عاقب عودة الفريق من الراحة السلبية كمان صلاح محسن كلنا عارفين الفترة الأخيرة صلاح محسن غايب عن التدريبات منذ حوالي شهر ونصف من وقت كسل عالم للأنديحنا بنتكلم مثلا في أوائل شهر فبراير يعني داخلين على شهرين وكان بعيد تماما عمل عملية جراحية زي ما نعارفين كان عنده شرخ كده في مشت القدم عمل عملية جراحية ويمكن خاط بعض التدريبات التأهلية لكن هيكون جاهز للمراني الجماعي بعد إسبوعين من دلوقتي يعني المعنى أصح على عشر إبريل هيكون صلاح محسن جاهز للتدريبات الجماعية والدخول في المباريات في الفترة اللي جاية صلاح من اللاعب المهمة جدا وتمنى الفترة اللي جاية يرجع بسرعة عشان يعوض اللي فاته لأن مهم جدا صلاح في نهاية الموسم يكون لتأثير إيجابي مع الأهل في الظل أن الأهل داما بيعتمد على محمد شريف مع منح بعض الوقت له حسام حسن نروح كمال لتريند الأهل والوطن السبورتي بيتكلم على تكليف من بيتسو موسماني للجهاز المعاون لتحضير تقرير عن اللاعبين الدوليين كلنا عارفين اللاعبات دولية ما يقرب من حوالي تسعة لعيبة سبعة مع منتخب مصر وعلي معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي فكلنا عارفين أنه بيتكلم في تسعة لعيبة تسعة لعيبة يعني أنت بتتكلم في القوام الأساسي للنادي الأهل في المرحلة اللي جاية قوام أساسي تسعة لعيبة لازم الجهاز المعاون يتابع حالة التسعة يتفرج على المباريات كمان يكون فيه اتصالات تليفونية مع الجهاز المنتخب يعرف لقدر الله لو فيه لعيب خرج يكون فيه إجهاد يكون فيه لقدر الله أصابه ده مهم جدا عشان لما ترجع للعيبة تكون القياسات البدنية للعيبة الدولية عند الجهاز المعاون للنادي الأهل وعند السكاوتينج ويعرف بقى اللعيبة دي لما ترجع محتاجة راحة قد إيه وتبدأ تخش في التدريبات إمتى وخدوا بالكم وأصلا الوقت كمان داية يعني مطش 29 مارس لقاء العودة في الدور الفاصل ما بينه مباراة الهلال السوداني بنتكلم في حوالي 72 ساعة 30 مارس 31 مارس 1 إبريل فتلات أيام بس ما بين مباراة العودة مع لقاء الهياء الأهلي مع الهلال السوداني في التلات أيام دول أكيد هيكون فيه يوم راحة لعبة مصر أو لعبة الأهلي راجع مع منتخب مصر من السنغال علي معلول وقال يوزنجا هيكون موجودين في تونس مش هيكونوا جايين من مكان تانا هيكونوا جايين من تونس إلى القاهرة فكل الترتيبات دي الجهاز المعاون هيبدأ يشتغل عليها ويقدم تقرير بيها لبيتسو موسيماني وكمان الجهاز الإداري هيحضر مسألة عودة اللعبة دي من خلال تذكر الطيران عقب نهاية الدور الفصل طيب نروح كمان لخبر تاني وبيتكلم بقى على احتياجات الأهلي في الموسم الجديد من خلال صفحة كورا بلس ويوم دايماً كورا بلس مهتم جداً بمسألة الصفقات والتعاقدات والإعارات في الفترة الأخيرة كل يوم لازم يكون معايا خبر من كورا بلس بيتكلمه يأما فيه لعيب معار هيرجع أو فيه لعيب هيتم معارته في الفترة اللي جاية عشان مثلاً ما ظهرشه شكل كويس لغاية دلوقتي أو موسيماني قعد مع لجنة التخطيط وبيحدد احتياجاته في الفترة اللي جاية وأنا بأكد لكم الكلام ده إن الفترة الحالية لا فيه فتح مسألة ملف المعارين ولا ملف الصفقات ولا احتياجات الموسم الجديد كل الكلام يتقال ده عبارة عن اجتهادات صحفية لا تمطل الواقع بأي صلة مش معقولة جهاز فني لسه مخلص أصلاً نص الموسم يعني نص مباراة الدوري الأهلي لسه ملعبهاش وبطولة أفريقيا لسه انت مستنى موقف ماتش الأهلي والهلال السوداني عشان تشوف مشوارك اللي جاي لقدر الله لقدر الله يعني إذا خرقت ولا هتكمل في البطولة الأفريقية فبالتالي أبجديات العمل وانت بتتفرج على شغل أي جهاز فني ده مش توقيت حد يتكلم في عن احتياجات خالص لما يشوف المشواري الأفريقي ماشي إزاي ولما يخلص على أل نص السيزن في الدوري العام يقدر يحدد هو الموسم ده محتاج صفقات ولا مش محتاج صفقات نفترض متصدر الدوري وتأهل لدور التمانية في دوري أبطال أفريقيا وماشي في دوري أبطال أفريقيا بشكل كويس جدا ووصل للفايلل وخاد البطولة هل تتوقع احتياجاته في السنة اللي جاية ممكن توصل لخمس ست لعيب أو ممكن لعب أو اتنين فبالتالي مسألة نسبية مش هيتم تحددها دلوقتي لسه بدري قوي على الكلام ده طيب نروح كمان لبوابة الأهرام وبتتكلم على أن الأهلي بيترقب موقف بدري بنون عاقب الفحوصات الأخيرة كلنا عارفين أن بدري بنون كمان الفترة الأخيرة يمكن بعد عودته من كأس أمم إفريقيا للأسف تغيب بسبب طبعا مضعفات كورونا وعايز أقول لكم النادي الأهلي بيتعامل مع بدري بنون وكأنه لاعب أساسي في صفوف النادي الأهلي كل اللي بيتنشر عن فكرة أن اللاعب الأهلي بيفكر في أعارته أو الاستخناء عنه كل الكلام ده عاري تماما من الصحة بدري بنون مستمر في الأهلي لسه فيه فحوصات تانية الفترة اللي جاية وترام الجهاز الطبي ما أعلنش أي تفاصيل غير اللي تم إعلانه في الفترة الأخيرة أنه لسه فيه شهر ونص تانيين راحة وبعدها فحوصات تانية محدش يصدق أي كلمة بتتقال حساب الرسم البورط الأهرام النهاردة بيتكلم على أن الأهلي بيترقب موقف بدري بنون وأنه هيقضع لفحوصات تانية بعد شهرين من دلوقتي والفحوصات دي هي اللي هتحدد مدى عودة اللاعب أو إمكانية عودة اللاعب للتدريبات خلال الفترة اللي جاية وهل ممكن يحتاج راحة تانية ولا لا وبالتالي هنا الخبر أو الاهتمام من خلال السوشيال ميديا لبوابة الأهرام ما راحتش لفكرة الإعارة أو البيع أو التنازل أو فسخ التعاقد الكل بيتكلم على إمكانية لحق بدري بنون بالموسم الحالي كمان دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق في هذا الخبر قال تصريح مهم جدا أن موقف بدري بنون بصفة مستمرة فيه اطلاع عليه عشان نطمئن على حالته بغض النظر عن المشوار الرياضي أو المشوار القروي ليه كلاعب داخل صفوف الأهلي هنا الأمر متعلق به ظروف إنسانية انت عندك لعيب لازم تطمن عليه في الأساس قبل فكرة أنه يلعب ولا ما يلعبش هيكمل الموسم ولا مش هيكمل الموسم خدوا بالكو في أوروبا تحديدا أي خبر متعلق لقدر الله بحالة وفاء أو بإصابة بيكون الكلام دقيق جدا 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 هنا في مصر الأسف بحس دايما أن فيه ناس بتحاول تستبق المعلومة وبتكتهت في المعلومة سواء صحيحة أو خاطئة أي أن كان بقى ضرر أو يعني الأثار الإيجابية أو الأثار السلبية اللي ممكن تعود على اللاعب أو على أسرة اللاعب أو على مستقبل اللاعب من أي كلام بيكتب مهم جدا لما نتكلم عن أي لعب سواء في حالة إصابة أو أي مضاعفات كورونا لازم نكون مركزين جدا في كل الكلمة بتتقل و بتتكتب وما نكتبش أي حاجة إلا ما يكون فيه تصريح رسمي من طبيب الفريق اللي متابع للحالة بشكل دوري وبشكل مستمر طيب ده كان